أول سؤال بيختر كفال الشر شو اللي صار معاك خلينا أحكيها بجملة بس الأخت رشا عدت في عاصفة هوجاء بعدها بتعاني شوي من الألم بس لمدة أكتر من خمس شهور وإذا بقتبس كلماتك أخت رشا أنه فعليا أو حرفيا الرب أعطاك حياة جديدة طبعا تفضل الرب أدني حياة جديدة لأن أنا ما كنتش بكتاز في ألم لكن أنا كنت بكتاز في لحظات وتنتهي حياتي يعني وصلت في مع الألم لأقصى الدرجات اللي ممكن واحد يتخيلها وكنت بحس أن أنا بغمض عناية وبتنقل لمكان تاني يعني كان في لحظات ما بيني وما بين أن أنا أروح للرب فعلا يعني بكل معنى الكلمة وده هي حطت جوايا خبرة جديدة يعني أنا عمري في حياتي ما عديت في وقت زي كده حاسيت أن أنا حياتي بتنتهي فعلا فعليا وكنت بحس كمان في حاجة تانية غريبة أو يا أخي نظر كنت بحس أن الناس اللي حوالي أن هما زي ما يكونوا في عالم آخر في مكان تاني يعني هما ممكن يكونوا قريبين مني جدا يكونوا جنب السرير اللي أنا نايمة عليه لكن كنت بحس أن هما في مكان تاني حتى صوتهم كان بيجيلي كأنه من مكان بعيد فكنت فعلا بحس أن أنا بعدي الحياة وبروح للرب فدي عملت عندي خبرة ربنا كلمني في نقطة كثيرة جدا 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 في القلم كلمني في الناس المتقلمة كلمني إزاي نحن هتعامل معاهم المتقلم بيبقى حاسس بإيه وبيبقى قدرة احتبال وعملة إزاي وبيبقى عايز الناس تشيلوا إزاي وتكلموا في إيه مواضيع كثيرة جدا جدا ربنا لفت نظري لها لفت نظري لصلاواتي إحنا بنصلي للمتقلمين علشان ربنا يشفيهم صح؟ أنا عايز أقول لك أن أهم من أن إحنا نصلي وأنا كنت بعدي في قلم أهم من أن إحنا نصلي للمتقلم علشان ربنا يشفي أنا أصلي للمتقلم أن ربنا يتقابل معي لأن الحياة ممكن تنتهي في لحظة نعم الحياة مع كل ما إحنا متخيلين أن أنا عمري مثلا كذا فممكن يبقى قدامي كام سنة أعيشهم ومش بفكر في الموت ومش بفكر في الأبدية لا الحياة فعلا أنا في يوم واحد وقعت وابتدت رحلة الألم يعني من حيث لا تدري أنا صحيتي كويسة جدا أنا إنسان صحية جدا في أكلي ما عنديش مشكلة أي صحية ما عنديش أي أدوية بخدها الصداع مش بخد له دول الصداع فتخيل أما أنا يعني في الموقف ده فجأة البني آدم ممكن ينتهي حياته في لحظاته يبقى قريب جدا 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 أنه هو يسافر للمجد يروح للرب ففتحت عناية على أن البني آدم لازم يبقى هدفه وهو بيصلي للناس المتقلمة آه يصلي لهم أنهم يخيفوا بس يصلي لهم كمان أنهم يخلصوا لازم الواحد يصلي من أجل الكرازة ومن أجل امتداد ملكوت الله ومن أجل الناس تتعرف على المسيح موسيقى